حزمة قوانين جديدة في السودان تطوي صفحة إضافية من حكم الرئيس المعزول عمر البشير أول هذه القوانين التي سنها مجلساء السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية هو تفكيك نظام الإنقاذ السابق وحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير ومصدرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل صدور غانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اللي بيحتوي على عدد من الفغرات بالتفصيل طبعا التأخير كان نتيجة لتجويد هذا العمل وللإصرار على أن يتم تفكيك هذا النظام بالغانون وتحقيقا لشعار السورة حرية سلام وعدالة وزير العدل نصر الدين عبد الباري قال إن بلاده ألغت كذلك قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد القانون الذي واجهته انتقادات واسعة كان يقيد حركة النساء بشكل خاص فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة فرضه نظام البشير بحجة فرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قال إن قانون تفكيك النظام السابق لا يهدف للانتقام وإنما يأتي من أجل حفظ كرامة الشعب الذي أنهكه نظام البشير قوانين عديدة أضرت بسمعة السودان الخارجية منها فوضى توزيع الجوازات الدبلوماسية التي سهلت حركة الكثير من الأشخاص والأسيمة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مما يشكل تهديداً لاستقرار السودان تسعى الحكومة الانتقالية إلى إلغائها في محاولة تصويب الوضع الراهن في البلاد